وحظى جراحة القلب في الأردن بمكانة كبيرة فتاريخ هذه الجراحات شهد تسجيل نجاحات كبيرة حيث كان الأردن من أوائل الدول في جراحات القلب المفتوح وزراعة القلب ما جعل المملكة تحقق قفزة مهمة وإنجازات عملية ملموسة في تشخيص أمراض القلب ومعالجتها جراحيا على مدى الخمسين عاماً الماضية سجل الأردن نجاح 14 عمليات زراعة قلب كما أن تاريخ جراحة القلب الأردني مليء بجميع أنواع عمليات القلب التي تجرى في العالم والتي يتم إجراؤها في الأردن حيث أسهمت البرامج التي تم وضعها في تطوير اختصاص القلب في جميع المستشفيات في القطاعين العام والخاص كما أصبحت التجربة الأردنية أنموذجاً للإقليم والعالم كما أن أطباء القلب الأردنيين يحظون بسمعة طيبة في مختلف دول العالم فالأردن سجل تقدماً ملموساً في اختصاص القلب ما جعل كفاءته قادرة على التعامل مع مختلف أمراض القلب وتشمل جراحة القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وأمراض القلب الوراثية لدى الأطفال وكهرباء القلب وزراعته وغيرها من المواضيع المتخصصة والحديثة في مختلف الاختصاصات الفرعية لطب وجراحة القلب يسعدنا أن نرحب هنا بالستوديو بالمختص في طب وجراحة القلب والصدر والشرايين الفريق المتقاعد أسيد داود باشا حنانية أهلاً وسهلاً بك معنا أهلاً فيك شكراً صباح الخير شكراً صباح النهر بداية دكتور أنت أول طبيب في الأردن يعمل عملية قلب مفتوح في الأردن وزراعة قلب أيضاً لذلك يمكن لك أن تحدثنا عن تاريخ هذه العملية في الأردن أين كنا وأين أصبحنا اليوم؟ صح شكراً خلينا لمهدودية الوقت أعطيكي نبذة عن التاريخ بدأنا إحنا في جراحة القلب طبعاً أنا طبيب عسكري كل عمري بداية من لما تخرجت لحد ما تقعدت بسنة التسعين على أهل نعم نفخر بك دكتور شكراً لما بدأنا بالمستشفى الرئيسي العسكري اللي هو مستشفى الجيش في ماركا وكان مستشفى نسبياً بداي بدأنا في بداية الستينيات أنه نعمل عمليات القلب المغلق خلينا نفسر القلب المغلق يعني أنه لا تستعمل الأجهزة التي تأخذ مكان أو وظيفة القلب والرئة بشكل مؤقت هذه تخليها صارت قلب مفتوح لأنه بيصير إمكانية إيقاف القلب وفتح حجرات القلب إلى آخره فكنا نعمل إحنا للقلب المغلق وهذا الكلام من سنة 61 لسنة 72 في 72 انتقلنا للمدينة الطبية وكانت هاي طبعاً نقل نوعية من كل النواهي لأنه جينا لمستشفى حديث وكبير وأجهزة جديدة فيه فانطلقنا للقلب المفتوح هذا كيف صار لأنه في زيارة لولايات المتحدة أنا بمعية دولة عبد السلام المجالي رحنا قابلنا أحد عمالقة جراحة القلب هو الدكتور مايكل دبيكي هو لبناني الأصل دبغي اسمه وطلبنا منه بأن الأردن يرسل فريق للتدريب على جراحة القلب المفتوح فوافق وفي 68 ودينا فريق من جراح وطبيب قلب وطبيب تخدير وطبيب مختبرات إذن دكتور كان هناك دائما حرص على تطوير هذا المجال في الأردن انطلاقا من ذلك أريد أن أسأل في أي مكان نحن في هذا المجال وهل ما زلنا إلى أين وصلنا يعني وهل ما زلنا نحتفظ بمكانة مهمة في مجال جراحة القلب صريح لما بدأنا بسنة السبعين بأول عمالية قلب مفتوح ما كنا الأوائل في المنطقة مشار أكون واضح وصريح كان فيه برنامج في لبنان في بغداد في القاهرة وربما في شمال أفريقيا ما بعرف يمكن بتونس أو أماكن أخرى ولكن في الأردن انطلقنا بسرعة وكان السبب في ذلك أولا وجود المدينة الطبية التي صارت من أهم مستشفيات الإقليم وثانيا بأنه صار فيه دعم كامل من القيادة السياسية لموضوع القلب ولكن بذكر هون لألا يفكر المشاهد بأنه كل الموضوع كان الانطلاق ببرنامج القلب هذا مش صحيح لأنه بنفس الوقت كانت الأطباء كلهم يسعوا بأن يكونوا بنفس المستوى فلذلك تطورت الاختصاصات كلها بنفس الوقت وصارت زي علاقة تنافسية ما بيننا كأطباء قلب وجرحين وبين الاختصاصات التالية اختصاصات الأخرى إذن نحن متقدمين إقليمياً في مجالات القلب والاختصاصات الأخرى طبعاً طبعاً وهذا صار بالمدينة الطبية طبعاً المدينة افتتحت زي ما تعرفي في سنة 73 مدينة الحسين الطبية وكانت مستشفى يعني أسست لتكون مستشفى تحويلي تخصصي تعليمي لكن دكتور ما الذي ينقصنا للوصول إلى العالمية في المجالات بشكل عام وفي هذا المجال تحديداً صحيح أنه وصلنا عالمياً ولكن أكثر من هيك يعني تحتاج إلى يعني مصاريف كبيرة مثلاً تحول المستشفيات إلى برنامج القلب القلب هلاً مش الجراحة فقط هي منظومة منظومة أو وحدات تتألف من الجراحيين والأطباء القلب الغير جراحيين اللي هلأ انطلقوا بآخر عشرين سنة بشكل أنه أخذوا عن الجراح الكثير من عمله فهم بيعملوا كثير عمليات سمعتي يمكن بالشبكات التي توضع حتى الصمامات هالأيام لكن دكتور يمكن أن تخبرنا عن إنجازات معينة تحب أن تشير إليها في مجال إختصاص جراحة القلب وشرايين في الأردن نعم في الأردن الحقيقة يعني شوف أولاً ليس يعني أي مريض عنده مرض قلب لا يحتاج الخروج إلى الخارج يعني للمعالجة إما في أوروبا أو في أي بلد ثاني يعني تقريباً أغلقها كلياً فيه استثناءات صغيرة جداً ولكن أي مرض قلب ممكن أن يعالج إما بالجراحة أو بطريقة المداخلة من الأطباء القلب في داخل الأردن نعم هذه نقطة مهمة حين نقول أن المواطن الأردني ليس بحاجة للخروج خارج الأردن ليحصل على أفضل الخدمات وأصعب العمليات على اختلاف هذا المجأة قال على الأكيد مئة بالمئة نحن النتائج تبعاً في سواء في النظام الطبي العسكري أو في النظام المدني أو بالقطاع الخاص النتائج جيدة جداً وتقارن بأي مؤسسة في العالم الصحيحة الملك بالأمس قال أن القطاع الطبي يتمتع بمستوى جيد وسمعة طيبة يجب المحافظة عليه كيف يمكن دكتور من خلال خبرتك الواسعة تاريخ طويل في هذا المجال كيف يمكن تطبيق ما قاله جلالة الملك بالأمس وأيد ما قاله جلالة الملك الحقيقة بدها نوع من إعادة النظر نوع من الإصلاح نوع من التغيير نوع من السيطرة على المقدمين لخدمات الطبية سواء كانوا من قطاع العام وتعالى أو وزار الصحة القوات المسلحة أو القطاع الطبي في التغيير فكلهم بدهم مراقبة أكثر من هيك وأنا رأيي أن uno يكون هناك جسم مابد أن يصار إلى تحديد منه المسؤول وأنا برأيي الشخصي أن يكون المجلس الصحي العالي هذا أقيم بنهاية السبعينات ولسبب أو آخر شلت أعماله دكتور هذه الرقابة برأيك هل من الممكن أن يكون من ضمنها رقابة على أسعار تقديم الخدمات الطبية أيضا؟ بدون شك هذا ضروري وهذا موجود في كل مكان يعني الآن مثلا نرجع للقلب هلا في مستشفياتنا عدد من المستشفيات بعملوا جراحة القلب للمستشفيات كبيرة وصغيرة وهذا الموضوع بدون رقابة لكي نشوف النتائجهم كيف لا يجوز أن كل أحد يفتتح مستشفى ويصير يعمل جراحة القلب المفتوح تاني يوم داود باشا نريد أن نستثمر وجودك معنا بأفضل طريقة ممكنة أريد أن أتحدث عن شأن ذي صلة نبقى في الأمور الطبية ولكن حضرتك دكتور من أول شخص تلقى مطعوم كورونا بعد حملة المطاعيم الوطنية في الأردن انتشرت أحاديث كثيرة معلومات مضللة شائعة تتحدث عن أعراض طويلة المدى ويمكن اليوم التحدث عن أعراض تخص مطعوم لقاح كورونا بعد هذا الوقت الطويل خاصة فيما يتعلق بتأثيره على عضلات القلب وتأثيره على صحة القلب وجودة عمل القلب ما الذي يمكنك أن تقوله اليوم للمشاهدين بهذا الخصوص؟ أقول أنه أنا شخصيا صحيح كنت الأول بطلب من وزارة الصحة لأنه أنا أتبع ما يقوله العلم والعلماء مش الجراهد ولا الناس اللي بس عندهم يعملوا قصب لذلك أنا كنت الأول عن قناعة تم أنه المطعوم ضروري وهو السلاح الأفضل والوحيد الحقيقة باستثناء طبعا موضوع الوقاية بالكمامات والتباعد وكل هالأشياء لكن السلاح اللي بإيدنا هو المطعوم الجواب على سؤالك طيب صار كل هالملايين أخذوا الطعوم ما صار هالمصيبة اللي الناس بيحكوا فيها أنا بعتقد المطعيم التي تستعمل وخصوصاً اللي أجت للأردن كلها أمينة إلى أبعد حد وفعالة إلى أبعد دكتور أنت أيضاً من خلال تجربتك الشخصية وأنت طبيب جراح أقدر الناس على مراقبة وظائف القلب وإلى أي مدى أثر سلبياً أو إيجابياً أو لم يكن له تأثير الجواب لم يكن له أي تأثير من المرة سواء لي أو اللي بعرفهم ولكن هل هناك تأثيرات طويلة المدى يمكن أن يحس بها خاصة هناك أهالي يعني من يعني ننتظر أنا لا أريد أن أسمي اللي عم بيصير حالياً زي تجربة عالمية بس فهكذا هي تجربة عالمية بدنا نشوف لحد الآن ما فيش أي شيء من المخاطر اللي حضرتك ذكرت إياها نرجو لك صحة ممتازة دائماً وسعيدين بوجودك معنا شكراً لتواجدك اليوم معنا المختص في طب و جراحة القلب وأصدر وشريين الفريق المتقاعد سيد داود باشا حنينة شكراً جزيلاً لوجودك معنا شكراً للمشاهدين